من عروس الشمال حايل بالتحديد بلدة الوسيطة أو الوسطى حيث مقصورة الحيدان التاريخية واللي شيدت قبل 260 سنة تفاصيل حنتعرف عليها مع زميلنا كالعادة اللي فاجئنا ويمتعنا سلطان الشعيب يا مساء الخير سلطان مساء النور نوها أكيد أمسي عليكي ومسي على كافة مشاهدين وما كانوا بيشوفونا فعلا مش فين قلت إنوها كلمة جميلة إن مملكتنا بمناطقها ومحافظاتها والقرى وكل شي جميل صراحة أنا ذهلت يوم جيت لهذا المركز مركز وسط الحفن لما وصلت هذا المركز انبهرت منه لأماكنة تاريخية بيوت الطين الجميلة أيضا هذه المقصورة اللي صراحة أشكر أهلها اللي رجعوا لنا إياها كيف كانوا عايشين أبانا وجدان أحيوا المكان وأحيوا التراث وأحيوا الماضي وخلونا اليوم في وقتنا حالي نعيش فيه اليوم أنا متواجد زيانها والمشاهدي الكرام في هذا المكان الجميل داخل أروقت مقصورة الحيدان اليوم رح أتعرف على المقصورة وكيف جت فكرة أهل هذه المقصورة أنهم يحيونها اليوم يسعدني ويشرفني ينضمعي جار الله بن حمود الحيدان أحد أبناء هذه المقصورة وأحد أبناء عائد الحيدان أستاذ جار الله نقول الله يعطيكم العافية ونشكركم على هذا المكان الجميل الله يحييك وحن نشرف وأهلابك مقصورة الحيدان بشعيب الحفن اليوم نحن نعرف المشاهدين الكرام عن هذه المقصورة تعريف بسيط إيش مقصورة الحيدان ومكانتها تاريخية في منطقة حائل مقصورة الحيدان إنشأت من حوالي 250 إلى 260 سنة ونحمد الله ونشكره أنه كانت يرتادها الجيعان والمسافر والحاج والضعيف يعني سبلة المعيشة الضنكة أول كانت تحدى الناس أنهم يقول المواقع الكرامة ويعيشون عندهم شوي عمجر الله الفكرة أنكم تحيون هذا التراث وتراجعون وترمموني إياه وترمم لي إياه وتخليه مكان يعني كأنه زمان يعني أنا حين داخل المكان وعايش عيشت الماضي كيف تكون فكرة أنكم تحيون هذا المكان والله الفكرة لأنه تاريخنا نتشرف بحنا ونتشرف كل واحد عنده محل زي هذا أنه يعيد ويعيد ترميم ويرجع تاريخ أباء وأجداد وهلي هو يفتخربه الله عمجر الله بعليش أنا أريد أن أسأل من يوم الناس اللي يجون هذا المكان ما شاء الله أنا من جيت المكان ده وفي ناس في المكان حي زي ما يقولون كيف شفت إقبال الناس وكيف كانت أراءهم عن هذا المكان بعد حياؤه والله الشباب الأولين اللي عارفون السؤال وعارفون التاريخ يعني أغلبيتهم توفاهم الله باقيين الشباب ما يعرفون شيء عن هالتراث لذلك هم يعني يستغربون وشعورهم بطير شعورهم اللي أشافوا هالشغال وبدوا يستذكرون القصص اللي صارت والظروف اللي مرت بالمنطقة اليوم نحن في هذا المكان فيه أيضا بيوت تاريخية قديمة لسه ناوين توسعون المكان المقصورة تكون جنب أحياء ثانية نعم فيها مقصورة الشمالية هذه امتدادة لهذه ولكن ما رممناها لها الحين وإن شاء الله بالطريق إن شاء الله كلمة أخيرة حاب تقول فيها أو توجهها عبر منظر قناة السعودية وبرنامج ديرتنا والله نشكر القناة ونشكر المولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عاهده الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه وأمير حايل ونايبه وأمير مركز الحفن وكثر خير كم يطول عمرك ألف شكر لك يا عم جر الله بن حمود الحدان على هذا المكان الجميل وعلى هذه الفسحة اللي نقول التاريخية يا هلا بكم شرفتونا وأنا أفرحته أن الله يطول أمرك طبعا هذا اللقاء العم جر الله الحدان هو أكيد كان منهالي هذه المكان أو المركز مركز وسيطة شعيب الحفن زي ما ذكر قبل شوي أنا مقصحت له هذا الحين طبعا نهام أكيد زي ما شاف المشاهدين الكرام هذا المكان الجميل اللي أتمنى أنه الكل يزور هذه الأماكن التاريخية الكل يستذكر هذا المكان الجميل الكل أيضا يستمتع في فسحة من هذا المكان بس لو ناخذ المشاهدين الكرام في جولة بسيطة عن هذا المكان أو لو ناخذ نقطة واسعة بس نوري المشاهدين الكرام عن هذه المقصورة مقصورة الحيدان كيف قدروا أبنائها وأكيد الشباب الوقت الحالي اللي رجعوا التراث رجعوا للذكريات الجميلة والماضي الجميل لأكيد للشباب والجيل هذا أتمنى نوها والمشاهدين الكرام أني وفقت ونقلتكم لمكان جميل في منطقة حائل طبعا ما ذكرت في بداية هي بعيدة عن منطقة حائل بقرابة 99 كيلو لنفس المركز مركز السيطة الحفن عن منطقة حائل بس إحنا وصلنا إلى المكان هذا عشان ننقل الصورة الحية من داخل هذا المكان الجميل